مرحبا من جديد مشاهدين في كل مكان وبتتجه كل الأنظار في الأيام دي ناحية عاصمة جنوب السودان مدينة جوبا واتفاقية سلام السودان ما بين الحكومة وما بين حركات الكفاحة المسلح في هذه الفقرة أحلام قريبة نتحدث عن مفاوضات السلام الترقب والانتظار ونزعد كثير يكون ضيفنا داخل الاستوديو الأستاذ حسن شايب دونقوس الباحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية صباح الخير صباح الأنوار يا أهلا يا أهلا بمشاهدي قناة الطيبة الفضائية على امتداد هذا الوطن وعلى امتداد خارج الوطن أهلا بك كثير واتفاقية السلام والكل ينتظر بشريات الخير وزي ما لاحظنا وزي ما شفنا بأن الأحوال هاد أو جميلة ومبشرة كمان بالوصول إلى اتفاق سلام خلينا نتكلم عن أهمية تحقيق سلام شامل وعادل في كل ربوع السودان خلال هذه الأشهر الستة أو حتى الثلاثة سنوات فترة انتقالية تنبع أهمية الوصول الاتفاق سلام في هذه المرحلة المهمة جدا في تاريخ السودان السياسي يقول لأن هناك كل الظروف مواتية الآن لتحقيق سلام بشامل وعادل لكل الأطراف أنا من نسبة لي لسبب واحد مهم جدا اللي هي أنه الآن الحكومة اللي هي تنسب إلى الآن لليسار هي الآن في سيدة الحكم وكذلك المعارضة التي تصنف مهم في اليسار كذلك تتفاوض مع يسار مع يسار يعني بصورة واضحة جدا إذن هناك أيديولوجية وأفكار متفق عليها بين هذه الأطراف الحكومة زيادة المعارضة هذه فترة بالنسبة للسودان فترة حققية لتحقيق سلام أقول حققية أن أركض على هذه الفترة لأنه إذا لم يتم تحقيق سلام في هذه الفترة فأنا أستبعد تماما أن يتم تحقيق سلام في المدى البعيد تماما لأنه اختلاف الأيدروجية الفكرية كان واحد من أسباب الرئيسية التي أدت إلى عدم وصول اتفاق سلام شامل للسودان في ظل النظام السابق لكانه واحد من الحواجز التي أدت إلى عدم وصول اتفاقيات حتى وإن تم اتفاقيات يتم التنصل عنها من حين إلى آخر فلذلك هذه الفترة وهذه الحقة في تاريخ السودان ينبغي استغلالها استغلال أمثل وتطويع كل الظروف لتحقيق هذا السلام هذا إن كانت هناك نوايا صادقة وإن كان هناك حب للوطن وإن كان هناك تضحي من أجل هذا الوطن نعلم أن هناك الحرقات تقول أنها ضحت بالكثير صحيح ولديها رواح وكذلك الحكومة الآن التي تفسد حكم لديها الشهداء في ثورة ديسمبر فنقول لهم هذه الفترة ينبغي عليكم أن تعقموا صوت العقل وأن تستمعوا لصوت المواطن الذي يعني ينادي من أجلكم وعانى كثيراً وعانى كثيراً والمواطن الذي ماذا يأمل وماذا لا يأمل في هذه الحكومة وفي هذا الوقت ونقطة آخيرة أقول لكم وأشجد أن هذه هي المرحلة الآخيرة بالنسبة لكم أنتم في سدات الحكم لكي تغيروا بالسودان من وضعه ولم تغيروا في هذا الوقت أن تستطيعوا أن تغيروا في المستقبل البعض يتحدث يا أستاذ حسن عن هذه المفاوضات لن تفضي إلى اتفاق نهائي ولا إلى سلام عادل في كل السودان بل العكس ستكون مثل رفيقاتها من اتفاقيات تمت في مدن كثيرة جداً مثل الدوحة وأسلو وغيرها وتعود ونعود إلى بوابة الحرب من جديد الاتفاق الجزئي الآن بين حركات الكفاح وما بين الفصائل هو اتفاق ربما غابد عنه أو هي غابد عنه بالتأكيد مثل حركة عبدالواحد نور وأيضاً حركات مسلحة أخرى يعني فهل هذا الاتفاق الجزئي يمكن أن يحقق السلام في السودان؟ أبداً لم ولن يتم تعقق سلام شامل بالنسبة للسودان إذا ما ظل وضع عليه باتفاقيات جزئية والتفاوت مع حركات معينة يعني نحن على مدى تاريخنا السياسي السوداني نرى أن هناك اتفاقيات تمت بين طرفين ولكن ما أن تغير النظام أو ما تغير الأحوال السياسية في المنطقة إلا وأن فضى هذا الاتفاق إذن المشكلة السياسية في السودان جزء منها أن هناك المعارضة دائماً أن يتفق على أشياء معينة حتى يموقع طرف الآخر يمانع وهذا عندما يدل على غياب الإرادة الوطنية نكون واضحين في هذا الجانب أنها غياب الإرادة الوطنية لكل طرف الآن لا يوجد عذر لأي حركة أو لأي حزب إنه في هذه الفترة إنه لا ينضوي تحت هذا الاتفاق السلام السالم لن يكون لديه إرادة وطنية وهذا عيب في حقه وإذن هو يمتثل الأجندة خارجية تماماً وليس في ذهنه مصحة السودان ولا السودانيين لأن هذه الفترة يوجد فيها مناخ بقدر الإمكان يمكن أن تتوافق فيه مع هذه الأطراف ما هي الشروط التي المشكلة الآن يعني المعارضة والحركات ليس لديها خارج الطريق واضحة جداً يعني حتى الآن في كيفية يتفاوض في ماذا حالياً الاتفاق الذي يدور تم الاتفاق على ثلاثة أشياء هي مسألة الترتيبات السياسية هذا هم هو المسألة الثلاث نعم وكذلك الترتيب الأمني وكذلك الترتيب الإنساني هذه هي ثلاثة أشياء تم الاتفاق عليها لكي يتفاوضوا يعني هذه في ترماضي كل الذهاب الوفضل مع الحكومة والمعارضة هذا في الاتفاق ولم يبدأ إلى الآن التفاوض بصول حقيقية يعني فهذه واحدة ورد واحدة من المشكلات أو الإشكالات التي تواجه تحديات المرحلة الانتقالية فلذلك يجب لكل الحركات المسلحة ولكل الأحزاب السودانية التي ما فتحت تزيد من يوم آخر من حزب فهذه من الصعوبة بمكان أن يكون هناك توافق سياسي لكل هذه الأحزاب لكن أتمنى أن تكون هناك الرؤى والأفكار أن تتحد مع بعضها البعض ليكون هناك منتوج سياسي مهضوم بالنسبة للمؤطة أو لكي يتفاعل معه القاعدة السياسية ويكون هناك كلمة موحدة من خلالها يتم الطرح فيها وضعت وسيقة سلمت للحكومة لطرفي الخلاف الحكومة أو طرفي الاتفاق فلنغل الحكومة وحركات الكفاء وقالت الحركة الشعبية بأنها سترد غدا الاثنين على هذه الوسيقة إما بالرفض أو بالتعليق على بعض النقاط التي وردت في الوسيقة فهل نستفشر خير إن شاء الله من خلال هذه الوسيقة بأنه يتم الصلح بأنه توافق علي كل الأطراف طبعا الأطرافية التفاوض للحكومة والمعارضة كل أدل بدروه في كيفية سيرة المفاوضة هذه ولذلك سلمت الطرف المعاونة اللي هو الطرف الوساطة من دولة جنوب السودان لكن لم يكن هناك أي تسريب عن هذه الأشياء لا من قبل المعارضة ولا من قبل الحكومة فالمتوقع خلال يومين القادمين أن تكون هناك بوادر واضح جدا ما هي الأوراقة التي قدمت بالنسبة للوسيطة للجنوب السوداني وما هي فحواها ومن خلالها يمكن أن نستطيع أن ندلو بدلونا ونرى يعني رأي الحكومة والمعادة في كل من ورقة الآخر نعم كثير من الأسباب أيضا التي تؤدي إلى تسارع ووصول إلى اتفاق يمكن كان يتوقف حركة عبدالعزيز الحلو توقفت وانسحبت على المفاوضات يوم الأربعات سابق نسبة لاشتباكات كانت ما بين الحركة وما بين الحكومة في منطقة في ولاية جنوب كردوفان ولكن رئيس المجلس السيادي أعلن وقف إطلاق النار نهائيا في كل أنحاء السودان وعادت من جديد يعني الحركة الشعبية إلى التفاوت نعم هو أصلا هناك وقف إطلاق النار لكن من جدد هذا الاتفاق بسبب حدوث خروقات أمنية من بعض المنتجين للقوات المسلحة يعني إلا أقول أن هناك كان ستفاهم لكن هناك كان عدم تنسيق في كيفية الفتر وهذه من المتوقعين في هذا الاضطراب الأمني الذي شهده السودان تأثير مثل هذه القرارات يعني على سير عملية التفاوت لا لديها تأثير كبير جدا جدا وبما يعني تؤدي إلى فشل هذه المفاوضات لذلك يمن بغي أن تكون هناك توجهات من القادر العسكريين لكل مناطق النزاع بضغط ضبط النفس وعدم استخدام القوى العسكرية تحت أي ظرف مظروف ولا يكون هذا من طرف واحد بل من جانب المعارضة من جانب الحكومة لكي يتم الاتفاق لأن يتم مناقشة الترتيبات الأمنية الذي هي جزء من هذا الصراع نعم التنازلات مهمة جدا أكيد من الطرفين يعني سمعنا أن حمدتي بيقول أنه يتنازل عن منصبه للحلو في حال تم الاتفاق أو كان شرط إذا كان واحد من شروط الاتفاق قيمة مثل هذه التنازلات طبعا هذه هي حسب علمي هي مبادرة شخصية من السيد نائب رئيس المجلس الانتقالي حمدتي للإسراع والتعجيل في عملية إحلال السلام في السودان لكن من ناحية منطقية أنها مثل هذه القرارات لا تنظر من شخص واحد ربما يرجع إلى المجلس السيادي ونعلم أن المجلس السيادي هو من شقين شق عسكري وشق مدني فلذلك لا بد أن يتم الجلوس مع الشق العسكري ومن ثم يتم التنازل لو يتم التفاوض إيصل إلى قرار واضح في هذا الأمر لا أعتقد أن هذا الأمر شخصي لكن هو باعتباره في البعد السياسي لديه دلالات ولديه معاني كثيرة جدا أن هناك شيء يمكن الحكومة أن تقدم فيه كثير من التنازلات وهذه تعتبر نوايا حسنة في بادرة هذه المفاوضات بالمقابل أيضا نريد تنازلات من الحركات الكفاحة المسلح حتى تمضي في مسارة صحيحة المفاوضات لذلك أنا زلت وما قلت وما زلت أقرر أن هناك أي حوار لا بد أن يكون فيه التنازلات إذا لم يكن هناك التنازلات سيؤدي بالضرور إلى فزل هذا الحوار فلذلك من الطبيعي جدا أن يكون هناك تنازلات كبيرة جدا من كل الأطراف لأن الفترة الآنية تظل من كل القوى السياسية والحركات المسلحة تقدم التنازلات وهذه التنازلات ليس من أجل شخص أو زيدة والعمر من الناس لكن هي من أجل الوطن فحينما خرجتم وحملتم السلح فكان هذا من أجل الوطن فلذلك لابد أن تكون هذه التنازلات كذلك من أجل الوطن وهذا للحكومة والمعارضة نعم طيب أستاذ حسن دائما تحقيق عملية السلام بترتكز على مشاريع تنمية وإعمار كبرى وبالتأكيد لا تعطي هذه المشاريع إلا من خلال الداعمين لعملية السلام فهل نتوقع بوجود دعم كبير جدا مثلا يعني قبل كده كان في عملية السلام اللي كانت في الدوحة اللي تمت في الدوحة كان فيها دعم كبير جدا من دولة غطر ولكن في تعسر كان في إنفاس هذه المشروعات بسبب جهات ماء يعني وأيضا في مناطق كثيرة كان يعني بيتم عمليات السلام وتفاوض من الحركات وبيتم توقيع اتفاقيات السلام ولكن لا تتم أي دفع مبالغ مالية لهذا السلام بعكسا بيكون مكتوب أكيد على الورق يعني ما بيتم تنفيزه على أرض الواقع فدعم مشاريع السلام والإعمار وإعادة هذه القرى يعني إعمار هذه القرى والمشاريع من هم الدائمين في دولة جنوب السودان ومن أين تأتي أموال لإعادة هذه المشاريع وهذه القرى كما هو معلومة أن هناك أي اتفاقيات السلام دائما يكون لديها رعاية دولية رعاية دولية سواء كان من قبل الاتحاد الأفريقي سواء كان من دول الاتحاد الأوروبية وهي مكون آخر يعمل على رعاية هذه ولكن في السابق كانت في وعود يعني من الاتحاد الأوروبية خاصة نعم نعم بإنفاذ مشاريع ولم ترى النور هذه المشاريع هناك يعني كانت شيئا في هذه المشاريع إما أن المشاريع تأتي عبر هذه المنح للحكومة والحكومة لم توظيفها التوظيف الصحيح وهذا ما حدث في اتفاقية الدوحة إن هناك حتى لم يتم دفع كافة المبالغ لكن كان هناك مبالغ مقدرة دفعات لإعبار الدارفور ولكن نعرف أن هناك حدثت بعض الأشياء حتى خلافات داخلية في كيفية تنفيذ هذه المشاريع تنمية نهض الدارفور فهذا يمكن شيء مقدور عليه من خلال لأن تكون هناك خارطة طريق واضح جدا لكيفية الاستفادة من هذه المنحة لكن كيف تقع العقبة الكبرى هي ما هي الدول المنحة التي يمكن من خلالها أن يتم هذا المنحة يتم المنحة في خلال إذا كان هناك اتفاق شامل من كل الأطراف وكل المكونات بين المعارضة والحكومة فلذلك يجب على الحرقات المسلحة والمعارضة التي تحمل السلاح أن تعمل على اتفاق كامل وأن يكون وهذا يعني ممكن تضع شروط يعني أن يكون هناك دعم من قبل الاتحاد أوروبي أو من الاتحاد الأفريقي ونعلم أن هذه الشروط ليست بقاسية يمكن عرى الأمم التحدة أن يتم رعاية هذه الاتفاقيات إذا ما كان هناك اتفاق بين كل قوى الحركات المسلحة التي تحمل السلاح هذه تشكل ورقة ضغط كبير جدا على المجتمع الدولي أن يكون هو المانح والضامن ليقاف نزيف هذا الحرب لكن إن كان هناك اتفاق جزي أتوقع أن لا يكون هناك دعم كبير جدا ولا يكون هناك منح هل تم النظر إلى هذه الملفات الآن ولا هي ملفات تأتي لاحقة هي ملفات لا تأتي لاحقة لأنه الآن الحكومة هي تعاني ما تعاني في تسيير دفة الدولة ونعلم أن هناك رئيس الوزراء صرح بأن هناك يحتاج إلى ثماني مليارات طولار خلال الفترة الانتقالية ومنها اثنان مليار بصورة عاجلة جدا أو ثلاث مليار بصورة عاجلة جدا فإذن الوضع يحتم عليهم الإسراع في هذا الجالب لكن لا ينبغي التعويل الكامل على مثل هذه المنح لأنها يعني كونك اعتمدت على هذه المنح ينبغي أن يكون هناك خطة كبيرة جدا في كيفية استفادة منها ونعلم أن هذه المنح حتى إذا جاءت لا تأتي تتدفق بصورة سريعة جدا إنما تتدفق على مدى بشروط معينة على كذا سنوات مثلا إذا قلنا إذا خلال هذه الثلاث سنوات يحتاج إلى كل سنة أو كل ستة ثمانية أشهر هكذا يعني هذا حسب الانتقال لكن يلأتي بدفعة واحدة يعني طيب حركات الكفاحة المسلحة بفصائل المختلفة أيضا لديها خلافات فيما بينها فتأثير هذه الخلافات على تحقيق السلام مع الحكومة الخلافات بين الحركات المسلحة يعني مضامة بعيدة ليس صحيح هي موجودة وليدة هذه اللحظة لكن هذه الفترة مناخ ملائم جدا للحركات المسلحة أن تتفق فيما بينها وأن تكون كلمتها كلمة واحدة ولا بد أن يكون هناك ضغط من المجتمع الدولي على هذه الحركات لتناسي الخلافات فيما بينها لطالما أن المشكلة واحدة وأن الصراع كان من أجل شيء واحد ومعظم الحركات المسلحة التي كانت تحمل السلاح في الحكومة كانت واحدة من شروطها ومن أجل إسقاط هذا النظام السابق ولقد سقط النظام السابق فلا يوجد شيء يعني طيب نستطيع أن نقول أنهم الآن في حالة توافق كامل واتفاق كامل فيما بينهم حركات المسلحة كمعارضة تجلس مع الحكومة الآن أبداً المعارضة ليست على قلب رجل واحد الآن فكل يدلو بدلوهي وكل يعني يصرح بحسب ما تقتضيه المصلحة الحزبية فلذلك وهذا كله بسبب قرر الغياب الإراضة وطنية ولا يوجد هناك يعني شيء يجمع السودانيين وما هو إلى الآن يعني لا يوجد يعني في هذه ما يسميه البروفيسور محمد حسين بن صالح الحلم الوطني لكل دولة لابد أن يكون لديها حلم وطني حلم وطني يزعل جميل حلم وطني يجمع كل هذه المكونات لكن لا نحن في السودان ليس لدينا حلم وطني ويعني نستطيع أن نتمسك به ونتشبث به فكل يعمل على هواه وكل يعمل على مصلحته وكل يعمل على مناطقيته فهذه واحدة من الأسباب وهذه واحدة من المشاكل التي تواجه الأمة السودانية منذ آمدين بعيد فلذلك حتى الاتفاق على حلم وطني لا أقول صعب لكن يتطلب إرادة وطنية والإرادة وطنية لن تأتي من الخارج ولا تريد دول المانحة تعطيك هذه الإرادة الوطنية فلذلك لابد من حركات المسلحة والمعارضة فيما بينها أن تستشعر أهمية هذا الأمر وأن يكون لديها هناك دافعية وطنية وأن تعمل على نقل هذا الإحساس لكل طرف عسى والعلى عسى والعلى عسى والعلى تفيد الأمل يعني أن عسى والعلى نفيد هذا السودان أو الأجيال القادمة التي يعني يرجع منها الكثير وهي ترجع من الكثير إن شاء الله نحن ما عايزين نكون محبطين لكن في السابح كانت في عمليات أو في اتفاقيات كثيرة جدا باتم ما بين الحكومة وما بين المعارضة وبنتفاجأ بعد فترة انسحاب المعارضة بعد ما هي تشارك في حكم السودان من داخل العاصمة الخرطوم تنسحب وتعود إلى الميدان من جديد أو تنشق فصائل من هذه الحركة ومن هذا الحزيب فإلى أي مدى نتوقع نجاح هذه الاتفاقيات وعودة يعني هؤلاء الفرقاء من جديد إلى حضن الوطن إلى أي مدى نتوقع نجاح أنا والله بصورة شخصية لا أتوقع نجاح مثل هذه الأشياء في الفترة الآنية لغيابة الإرادة الوطنية لكافة المكونات سواء كان حركات مسلحة أو حكومة لكن الوقع يقول ذلك وما يترى من حين إلى آخر والمشهد السياسي كفيل بني يكون واضح وجلي بالنسبة للمشاهدين ومن مشهد سياسي يدل على أن هناك شيء من التخبط السياسي سواء كان من حكومة سواء كان من المعارضة لا ينبئ بشيء ولا يوجد مأشرات نستطيع القياز بها أن هناك قيم ثابتة وطنية وكان الاستناد عليها لكن خلال هذه الفترة نأمل وكلنا أمل في ذلك أن يكون هناك اتفاق سريع بين هذه الأطراف عسى والعلى أن يحصل تغيير بالنسبة للمواطن البسيط الذي يرجى الكثير من هذه الحكومة نعم وزي ما ذكرت بأن الخلاف مع الحكومة السابقة كان هو اختلاف جوهري ولكن الآن هناك تقارف ويكهات النظر ما بين الحكومة وما بين حركات الكفاحة المسلة تعودنا دائما انتداد الاتفاقيات قد يطول أمده إلى شهور وكثيرا إلى سنوات فمفاوضات جوبا بدأت منذ فترة واستأنفت منذ الأسبوع الماضي فهل نتوقع استمرارية أيضا والكل ينتظر الحلم القريب ينتظر تحقيق السلام في القريب العاجل أنا بالنسبة لي كباحث في دراسة السياسية والاستراتية أقول لا يوجد أي مانع لهذه الحركات ولا يوجد أي مشكلة في توصل الى اتفاق السياسي كما ذكرت أنه هناك كان هناك خلاف في النظام السابق لكن الآن لا يوجد خلاف بل ربما حتى الحكومة السابقة الآن هي تعتبر يسار ومعارضة كذلك صنفة هي من يسار في ذلك الأفكار والرؤى متقائبة جدا لا بعد الحدود لكن ينبغي أن يكون هناك إرادة وطنية ماذا نريد أن نقدم لأجل هذا الوطن ماذا نريد أن نقدم لهذا السودان ماذا نريد أن نقدم لإسطر لنا التاريخ أسماءنا بمداد من ذهب نعمل نقلة نوعية لهذا السودان فلذلك أنا أعتقد أن كل الظروف مهيئة بالنسبة للمعارضة والحكومة أن تعمل على إحلال سلام شامل في هذا البلاد وهذه هي الفرصة الحقية وهي السانحة الوحيدة التي من خلالها يمكن يعمل على تحقيق سلام شامل هذه الحكومة والمعارضة إن عملت على إحلال السلام شامل فقط هذا لا يكفي أن نعترف لها في سجلات التاريخ بأن هذه حتى وإن صنف الهنان من يسار حتى وإن كان هناك أجهات تعادي هذا اليسار لكفت أنها أكفت السودان شر هذه الحروب وشر النزاعات فيما بيننا نريد في هذه الفترة أن تكلل كل هذه الجهود في إنجاح عملية هذا السلام ونريد غير هذا السلام وإن كان هناك سلام آمن في هذا البلد فكل شيء يأتي بخطوات محسوبة وإن كان هناك سلام سيكون هناك استقرار اجتماعي سيكون هناك استقرار سياسي سيكون هناك استقرار اجتماعي ومن ثم يعني تعود أجلة الحياة للدوران وإن هناك هناك تنمية هناك اقتصاد مستمر وإن هناك يكون فيه انفتاح دوله في هذا الأمر لكن هذا يتطلب بذ كثير من الجهود ليس هي أحلام ولا نعم هي الفقرة أحلام قريبة لكن لا أقول هي أحلام بعيدة هي أحلام قريبة جدا إذا ما كان هناك دهوق بيننا أطرف إن شاء الله والكل يتطلع يعني إلى تحقيق السلام في ستة شهور الأولى من عمر الحكومة الانتقالية والكل أنظار هذه الأيام إلى جبا مستفشرين خير بإذن الله تعالى بعيدا عن الإحباطات يا أستاذ حسن صحيح نعم شكرا لك كتير أستاذ حسن دون قصة الباحث في دراسات السياسية والاستراتيجية على هذه الإفادات الصباحية شكرا لك كتير أنا شكرا لكم جدا لقناة الطيبة وأتمنى أن هناك أحلام قريبة جدا إن شاء الله بإذن الله نتواصل مع كل المشاهدين في كل مكان فاصل قصير ونرجع من جديد خليكم معنا شكرا لكم